صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بالاستخدامات المشروعة لنبتة القنة بالهندية ويهدف القرار إلى ودع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنة بالهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية حسم الأمر وعبر مشروع تقنين القنة بالهندي محطة مصادقة في المجلس الحكومي بعد أن تعثر مرتين قانون ينص على إخضاع كل الأنشطة المتعلقة بالزراعة وإنتاج وتسويق هذه النبتة لنظام الترخيص مع استحذات وكالة وطنية لتنظيم القطاع الشارع المغربي لا يرى ضيراً من تشريع هذا النوع من الزراعة لاستخدامها حصراً للأغراض الطبية والصناعية بادرة مزيانة دارها المغرب خصوصاً لمنظمة الصحة العالمية أكدت بأن هذه النبتة مفيدة للصحة أعتقد أن من صلحات المواطنين والمزارعين الذين يشتغلون في هذه الحقول سيشتغلون بأرياحية ويكون لديهم الحقوق ويأتي طرح مشروع التقنين في المغرب في سياق صدور قرارات دولية أعادت تصنيف نبتة القنة بالهندي حيث وضعتها منظمة الصحة العالمية في خانة المواد الصالحة للعلاج الطبي والأمم المتحدة سحبتها من قائمة النباتات المخدرة الخطيرة كل المعطيات تفرض أن يتم المصادقة على هذا القانون لأن فيه كثير من الفوائد للدولة أولاً للمؤسسات للمجتمع المغربي باعتبار أنه ينبغي أن يتم تخلص تماماً من الأثار السيئة والسلبية لهذه الزراعة وهذه المادة والدهاب بها نحو ما يفيد المجتمع وبعد أن حسم العلماء أمر الفوائد الطبية لهذه النبتة يستفيض خبراء الاقتصاد في تعداد منافعها المادية باعتبار أن استعمال القنة بالهندي لأهداف طبية سيتيح للمغرب فرصاً اقتصادية واعدة هناك دراسات أكدت أن المغرب يمكن أن يجني ما يقارب 10 ملايير دولار سنوياً من عائدات تقنين زراعة القنة بالهندي لأغراض طبية وصناعية بالإضافة إلى ذلك خلق الوكالة الوطنية التي ستصهروا على تنفيذ هذا المشروع سيمكن من إنتاج مجموعة من سلاسل القيمة بحيث أن هذه الأقاليم التي كانت تعاني التهميش يمكن أن تعرفوا الآن حركية اقتصادية جد مهمة أما بيئياً فمن المتوقع أن يؤدي تقنين زراعة القنة بالهندي إلى تخفيف الانعكاسات البيئية الضارة للأنشطة الزراعية غير المشروعة كاشتفات الغابات واستنزاف المسطحات المائية وتلويثها كما يؤكد المدافعون أن تقنين هذه الزراعة لن يسمح فحسب بتحسين مداخل المزارعين بل سيحميهم من شبكات تهريب المخدرات علماً أن مشروع القانون يسن عقوبات زجرية لردع المخالفين فاتح أوعالي سكاينيوز عربية الرباط ونرحب بضيفين من الرباط أستاذ العلاقات الدولية في جماعة محمد الخامس دكتور تاج الدين الحسيني أهلا بك دكتور حسيني وأيضاً الكاتب والباحث السياسي لحسن ابو شمامة أهلا بك أستاذ حسن عبر سكاينيوز عربية أبدأ معك دكتور تاج الدين ماذا يعني اليوم هذا التقنين وعشرة مليار دولار ستضاف سنوياً إلى الخزينة المغاربية هذا بالتأكيد يشكل تطوراً نوعياً في الترسانة القانونية التي اعتمدها المغرب منذ عدة سنين والتي يطورها باستمرار نلاحظ من جانب أن زراعة القنب الهندي كانت أولاً في عدة قوانين سابقة منذ سنة 1917 إلى يومين هذا تطورت عدة قوانين لكن آخر قانون كان قائم لحد الآن هو قانون يجرم الزراعة كما يجرم الاستهلاك اليوم تفتح نافذة جديدة لعدة أسباب أولاً من جهائي بغي أن نلاحظ أن مادة القنب الهندي لم تعد مصنفة من طرف الأمم المتحدة ولا منضمة الصحة العالمية بحيث في جنات المختيرات الصلبة وغيرها تابعة الأمم المتحدة اعتبرت أن هذه المادة ليست لها نفس النتائج وبالتالي لها فوائد طبية كثيرة وكذلك على المستوى الصناعي وبالتالي أعطت نوع من الإجازة لزراعتها نفس الشيء قامت به منضمة الصحة العالمية خاصة أننا نراحظ اليوم أن مادة القنب الهندي أصبحت تستعمال في الكثير من المواد الطبية سواء بالنسبة لمرضى الخراف سواء بالنسبة لأمراض الريماتيزم سواء بالنسبة لكثير من الأمراض المتطورة السرطان بالإضافة إلى ذلك وفي الميدان الجميل وميدان الصناعات الخاصة الجميل نلاحظ أن لها تقدم كبير في هذا الميدان سواء في حماية الشعر أو في عدة ميادة أخرى نلأطيل في هذا المجال لكن المهم هو أن هذا التطور سأتوقف عند هذه النقطة دكتر الحسيني أهمية اليوم تنظيم هذه الإنتاجية وهذا التقنين أو ربما التشريع لتحسين ربما أو ترشيد أمال اقتصادية تتطلع إليها الحكومة المغربية وفي مرحلة مصرية ليواجهها الاقتصاد المغربي فحسب كل الاقتصادات العالمية وحتى الاقتصادات الكبرى أولا قرار تقنين زراعة القنب الهندي هو قرار متسرع أعتبره قرارا متسرع وفي سياق متسرع كذلك فتقنين زراعة نفتة القنب الهندي أو ما يعرف بالكيف في المغرب كان على الحكومة قبل أن تبادر إلى اتخاذ قرار التقنين أن تعد أولا أن تهيئ الظروف الملائمة عبر أولا فتح نقاش موسع نقاش وطني بين كافة الفرقاء والقوى الحية للمجتمع ليكونوا بدلوه نقطة ثانية هذا بصفة عامة ولكن بصفة خاصة أن الحكومة أن تفتح نقاشا مع الفئة المستهدفة وهم المزارعين يعني مزارعي القنب الهندي أن تفتح معهم نقاش وأن تبسط لهم رؤيتهم وأن يبسطوا كذلك رؤيتهم ليكون الجميع على إلمان فتقنين وضع قانون هكذا فأعتبره بمثابة وضع العرب أمام الحصان فأحيل هنا إلى مجموعة من الإشكاليات فمثلا حينما نعتبر على أن زراعة القنب الهندي هي ستحقق دخلا للفلاحين وكذا وكذا فهذا نقاش فضفاض لأننا ليست هناك تجربة بعد ليس هناك دراسة يجب أن تتوفر على دراسة ماذا تطلب السوق وهل ما هي الكمية التي يمكن أن تنتجهاها ولكن نحن لنزل في مرحلة اليوم تشريع هذا القانون أستاذ بوشماما ستقدم الحكومة والجهات الرسمية المعنية بشكل مباشر والسلطات المباشرة عن هذا الملف دراسة مفصلة تشريع قانون معين يأتي كتمر لنقاش بمعنى أن هناك مجموعة من الأفكار ومجموعة من التوافقات حول أهمية هذه القضية أو تلك وبالتالي يجب تقنينها وهذا هو ما يسري أما بخصوص هذا الموضوع هو فعلا كان مقترح تقنين زراعة القنب الهندي هو مقترح كان لحزبين مغربيين وكان هناك كذلك تلف مدني بالريف يطالب بالتقنين ولكن لم يفتح فيه نقاش فالأحزاب لم تفتح نقاشا موسعا حول هذا الموضوع وكذلك الحكومة قلت لم تفتح النقاش ففتح النقاش هو الذي سيجعلنا نقف عند حدود إيجابية سأعود معك إلى هذه النقاط أريد منك تفاصيل أكثر أستاذ بوشماما ولكن دكتور الحسيني أهمية اليوم هذه التساؤلات أو حتى المخاوف والمرتبطة أيضا بخطوط الإنتاج وأهمية اليوم مراقبة هذه الخطوط ومنع التسرب وقد تكون هذه النقطة الأكثر دقة كيف يمكن وضع خطة مرتبطة بخطوط الإنتاج وعدم التسرب إلى السوق المشروعة هذه عمليات تتطبيق القانون الذي عرض الآن على الحكومة وصادقت عليه هذا القانون نلاحظ أنه لم يعد يمنع زراعة القنم الهندي ولكنه وضعها مقننة بشكل دقيق مثلا الشخص الذي يمكن كمزارع منفرد يمكنه أن يباشر هذه الزراعة أولا ينبغي أن يكون حاصن على الجنسية المغربية حتى تمنع التداخلات من طرف جماعات أو مافيات المخترات التي يمكن أن تتسرب التراب الوطني لتقوم بعمليات مشابهة ثم تانيا أن يكون هذا المزارع هو المالي كوليتيك الأرض أو أن المزارع يتوفر على تفويض قانوني ومسجل من طرف الماليك الحقيقي ثم أن المساحة التي سيقوم بزراعتها أصبحت مقننة مثلا إذا كان شخص يتوفر على ثلاث هكتارات ليس له الحق في أن يزرع إلا هكتارا واحدا تلبية للحاجيات التي تحدد المختبرات التي تطلب هذه المادة لكن أكثر من هذا وذاك هؤلاء المزارعون سيكون ملزمين بأن يجتمعوا في إطار تعاونيات ستكون هي الناطقة بإسمهم وهي التي تتفاوض بخصوص الكميات التي يجب إنتاجها وأكثر من هذا العملية ككل سيتم الإشراف عليها من طرف وكالة وطنية تحت هيمنة ووصاية الدولة وبالتالي أعتقد من خلال هذه القيود تبقى كل عمليات أخرى خارج هذا الإطار هي بمثابة عمل غير مشروع هذا أعتقد أنه يدخل في إطار الحرب التي شنتها السلطات على مسألة قنب الهندي لأسباب غير صحية أو غير صناعية مثلا قبل بضع سنين كانت المساحات المزروعة تتجاوز 130 ألف هكتار اليوم ومنذ 2018 إلى يومنا هذا نزلت هذه المساحات إلى أقل من 47 ألف هكتار لكن بهذه العملية وبالتقنين ربما الأمور ستسير نحو الأفضل وتصبح تبنسبة المزارع الصغار ستصبح لهم الإمكانية لكي يستفيدوا مادياً بشكل أفضل لأن النسبة الكبيرة من مداخلهم هي أولاً هزيلة لهكتار لا يدر إلا ما يقارب المئتي درهم أعتقد أو شيء من هذا القبيل لكن إذا ما حددت العملية مقننة وتحت إشراف المختبرات ورعاية الدولة أظن أن هذه المداخل حتى من نسبة الفلاحين سترتفع وسيكونون في أمان ولن يخضعوا بعد لا للمساومات التي تقوم بها مافيات المخدرات ولا لهيمنة الدولة من خلال وجود المطلوبين هناك المطلوبون كثيراً وهم يعيشون حياتهم في خوف وعدم اطمئنان لدرجة أن هذا الأحزاب السياسي أعتقد من ناحية الاستقلال يطالب اليوم بالعفو الشمولي عن كل المعتقلين بسبب زراعة الكيف ومنع عمليات القبض عليهم أو ملاحقتهم وبالتالي أعتقد أن هذه العملية تدخل في إطار تحقيق نوع من السلم الاجتماعي تدخل في إطار التنمية المستدامة التي ستظهر من خلال ظهور قرى منظمة ومستشفيات وملحقات لها ومدارس بدل أن تكون هذه العملية الفوضوية في الجبال وفي عدة مناطق معروفة في الشمال المغربي مثل مناطق الشمال بصفة عامة مثل الشفشاون أو مناطق أخرى في نواحي منطقة عدة مناطق على كل حال في الشمال تستضرر من هذا الوضع وقد حان الوقت أعتقد بدخول عملية إصلاح هذه أذهب معك إلى التصنيف الصناعي وأهمية الاستفادة اليوم من هذه الانتاجية دكتور حسيني ولكن أعود من جديد إلى هذه الهواجز التي كنت تتحدث عنها أستاذ بوشماما والمرتبطة بهذا النقاش ما قبل مرحلة التشريع الوقت كاف اليوم لتنظيم هذا الانتاج وضبط المحاذير التي كنت حذرت منها وجاء أيضا الإجابة من دكتور حسيني أنا في نظري هذا الملف يشبه الغموض فلا يكفي أن نعمد إلى تقنين إصدار قرار تقنين زراعة نبتة القنب الهندي لنقول لقد انتهى المشكل ونعد في الإيجابيات دون أن نرى ما سيحدث مستقبلا أنا في نظري مسألة إحداث وكالة وطنية هي ستتكلف بعملية تجميع وتوزيع ومنح الرخص في كل ما يتعلق من الزراعة إلى الإنتاج فهذه الوكالة ستحصل دوره هنا ولكن سيكون هناك خواصهم الذين سيقومون بعملية تسويقهم وعملية الإنتاج إلى ما غير ذلك فهنا أقول إذا كان الفلاحون المزارعون فبعض الفلاحين مثلا يربح مئة ألف درهم كمدخول سنوي عن طريقة تسويق زراعة القنب الهندي في اتجاه ما يعرف بالمخدرات أو الحشيش لكن حينما سيبيع محصوله للوكالة أو لمن سيتعاملون مع الوكالة ربما سيكون سقف مدخوله 20 ألف درهم أو 30 ألف درهم على أبعاد تقدير وبالتالي فهو سيخسر 70 ألف درهم إذا وقعنا في هذه الإشكالية لأن هذه النبتة ستباع إلى الأطراف التي ستقتنيها طازجة يعني يانعة غير جافة وبالتالي سيكون تمنها أرخص من تمن الزعتر في السوق لأننا حينما نتحدث عن استعمالات الطبية فهناك أحشاب أكثر قيمة من الكيف سواء في مسويات التجميل أو لكن ليس هناك ولكن نجاح التجربة الإيطالية اليوم في هذه الإنتاجية ألا يمكن أن نذهب إلى خطة حكومية كأنشطة مشروعة وفق هذا القانون ما أقول أنا أنا لست ضد التقنين كما قلت لك لكن أقول بأن هناك تصرع هل يتتوفر الحكومة على دراسة يعني دراسة ماذا تكهنت كم سيكون يعني الكمية التي يتطلبها السوق كيف سيتم تنظيم العملية يجب أن تكون هناك آليات وجداوي الزمنية ويكون حساب لكل شيء أخاف ما أخاف أننا دائما نتخذ قرارات متسرعة فمثلا قرار إغلاق معبر سبتة هو قرار صحيح لكن توقيته لم يكن مناسبا لأن كان على الحكومة أن تبحث عن بدائل لساكينة المضيق وساكينة المناطق التي تتعامل مع هذا المعبر فالحالة هذه كذلك على الحكومة أن تضع بدائل وأن تضع مجموعة من الخيارات إذا كان هذا المستجد فيكون هذا الخيار وإذا كان هذا المستجد وهذا لا يمكن أن يكون إلا عبر إغناء إغناء هذا بالنقاش يعني ليس هناك اليوم نقاش ليس هناك أفكار أنا كنت أتفحص جيداً ليس هناك كثير من هناك كل ما هناك مقالات أو نقاشات تنحو منح سياسي أو منح سطحي ليست هناك دراسات بالأرقام تبين لنا إلى أين يمكن أن نستفيد من تقنين هذا النبتة هذا من ناحية هناك إشكالية أخرى فمثلاً لنعتبر مثلاً ما هو إيجابي أن زراعة الكيف ستدر مداخل كبيرة على الفلاحين وبالتالي فسيكون هناك مطالبة بفرض ضرائب بالنظر إلى الأرباح وهذا يعتبر داخل في القطاع الفلاحي ما يقتضي كذلك فرض ضرائب على قطاعات أخرى على بعض المنتوجات الفلاحية ذات القيمة المرتفعة التي ستكون في نفس هذا المستوى وبالتالي هذا سيطرح إشكالية لهذا قلت بأنه القرار متسرع وكان يحتاج إلى أخذ مسافة وأخذ نقاش لنصل إلى ما يمكن أن نعتبره توافقات تفيد الجميع ولا يمكن أن يكون لها تداعية في المستقبل لا قدر الله دكتور الحسين التجربة المغربية يعني المغرب وضع إطارا قانونيا قبل نحو مئة عام لهذا القطاع الاستفادة من هذه التجربة الطويلة في هذا التشريع ماذا تعني بالنسبة للمغرب وفق التقارير الأممية التي كانت تصدر سابقا بعد هذا التشريع وبعد هذا التقنين وربما تحسين هذه الصورة وتقديم هذه الإنتاجية ليتطبع عريقة تتجاوز المئة عام فعلا هذه الترسانة المتوفرة موجودة ولكنها لا تصب في اتجاه التصنيع من أجل أهداف الصناعية أو الصحية هي ترسانة تصب أساسا في إطار أولا المنع الكامل مع الاحتفاظ الجزئي بمناطق معينة مثلا كان هناك ترخيص مع بداية الاستقلال بالنسبة للمناطق كتامة وبعض المناطق المحدودة في الشمال لأن الأوضاع الاقتصادية كانت جد متدهورة وبالتالي سمح لهم بهذه الزراعة بشكل مؤقت ثم جاءت قوانين موالية التي منعت إطلاقا الزراعة واعتبرت هذا الفعل جرميا وتعاقب علي عقوبات من السجن تطيل إلى مدة طويلة وهناك عدة أشخاص موجودين في السجن حاليا بسبب زراعة الكيف لسبب بسيط وهو أن المافيات التي تقوم بالتهريب وتقوم بنقل المنتوج وتصنيعه لا يبقى لها أطر بعد قيامهم بعملياتهم ولكن الشخص الوحيد الذي يبقى في عين المكان هو ذلك المزارع البئيس الذي ربما فقط يقتاته أو يصل إلى قوت حياته من ذلك الدخل وبالتالي احتعى المستوى الاجتماعي أصبح يظهر بأن هذه العملية غير منصفة المصنعون والمهربون يفرون بجلودهم في الخفاء والمزارع البسيط يبقى قيد المتابعة وقيد التهديد من المهربين ومن الجهات الأمنية ولذلك أعتقد أن مسألة التصرع التي أشار إليه الأستاذ المحترم قد تكون مسألة جد نسبية لسبب بسيط وهو أن المغرب حصل على استقلاله منذ سنة 1956 ما يقارب 60 سنة ثم أكثر من هذا العالم يتحول والعالم قرية شمولية اليوم كل بلد الأوروبية صارت في اتجاه التقنين لبنان ولو أنه يعاني عدة مشاكل صار عائد التقنين الولايات المتحدة وبالتالي لا يمكننا أن نبقى بعيدين عن صورة تطور المجتمع الدولي بما له وما عليه خاصة أن المغرب يوجد في موقع استراتيجي يمكنه من جني الكثير على مستوى تصنيع الداخلي أو حتى على مستوى تصدير المادة الخارج عليكم أتعلم أن التوقعات الأممية اليوم والشركات العابرة للقوميات فيما يتعلق بهذا الموضوع في الدات تشير إلى أن سوق مثلا القنبل هندي المخصص لجميل وإمكانيات صناعية قد يصل اليوم إلى 7 ملايير دولار ولكنه سيرتفع بعد حوالي 8 سنوات سيرتفع إلى ما يفوق أكثر من ذلك أكثر من ذلك سيتحول ويصل إلى أكثر من 70 مليار دولار وهذا رقم مهم يجب على كل الدول المعنية أن تأخذه بعين الاعتبار في وضع مخططاتها بالنسبة للمستقبل أعتقد أن مسألة النقاش ستطرح بقوة في البرلمان ستطرح من خلال القوانين التنظيمية إن هذا القانون هو إطار مجرد إطار لكن ستأتي قوانين تنظيمية لعمليات التفصيل وأعتقد أن كل الأطراف بما فيها الساكنة المحلية بما فيها البرلمانيون بما فيها الأجهزة التنفيذية ستكون مدعوة للمشاركة في التأتيت لتنفيذ هذا القانون بشكل منصف وعلى وجه الخصوص حفظ مصالح الفئات المزارعة الفقيرة التي في حاجة أتاد بوشماما وصلت هذه الذكرة دكتور تاج الدين أتاد بوشماما في ظلات دقائق المتبقية لنا بعد هذا السجال بعد المحاذير التي تحدث عنها أن العكسات الاقتصادية التجارب الأوروبية وحتى الأمريكية التي تذهب إلى هذا الإنتاج الصناعي والطبي ماذا تعني بالنسبة للاقتصاد المغربي واليد العاملة والاستثمارات التي ستضعها الدولة في هذه الاستثمارات أنا في نظري زراعة أن القنب الهندي في منطقة الريف وفي المناطق التي حددتها الحكومة ستقل اليد العاملة لأن المزارع سيكتفي فقط بحرط الأرض وبضر البذور وسقي المحصول وحينما سينمو المحصول سيحصد وهو يانع وسيقتنى وهو يانع بالكيلوغرام أو ما شبه ذلك وأنا أقول بأن محصول الفلاح سيكون هزيل لأن سعر نبتة الخام سيكون ضعيف جدا مقارنة مع ما كان يحصل عليه في تجارته مع أباطرة المخدرات قلت هذا موضوع شائك لأن نبتة القنب الهندي هي نبتة كانت معروفة منذ عقود في منطقة كتامة والأوروبيين والمافيات الأوروبية هي التي طورت نبتة الكيف واستخرجت منها الحشيش وخلقت طرقت لها طرق تهريب في البحر وتفاقم هذا المشكل اليوم الحكومة عليها أن تبحث عن بداء الحقيقية لتنمية مناطق الريف خصوصا وأن جلالة الملك محمد السادس قد قام بمجهود تنموي كبير لمنطقة الريف من خلال البنية التحتية واللوجستية ما على الحكومة إلا أن تقوم بإعداد برامج لفلاحة بديلة وسياحة تقافية وسياحة جبلية لما يزخر به الريف من إمكانيات أما فيما يتعلق بهذا الموضوع فهو موضوع لا أعتبره بأنه مهم جدا لأنه سيحقق أرباح أو ما شابه فالمغربية توفر على العديد من الأعشاب الطبية ذات القيمة المضافة والمهمة وأعتبر على أن معالجة نبتة الكيف يمكن أن تدخل ضمن معالجة شاملة تشمل كل هذه الأعشاب الطبية في إطار وكالة وطنية لتنمية المناطق الجبلية وهذه المناطق الجبلية التي يمكن أن تزرع نبتة الكيف وأن تزرع مجموعة من النبتة العطرية والطبية وعلى الحكومة كما قلت أن تفتح نقاشا وتبادر إلى فتح نقاش موسع مع المزارعين وأن تضع في الاعتبار مجموعة من السيناريوهات الممكنة حتى لا تتحول فرحة هؤلاء المزارعين البوسطة إلى نقمة فيما بعد أستاذ الحسيني هذه النقطة بارغة الأهمية التي تحدث عنها أستاذ بوشماما كما ترتبط تحدث عن البنية التحتية واللوجستية للأرياف تبقى الأهمية اليوم دور السلطات الأمنية في تنظيم هذه الزراعات ضبط التهريب وأيضا المحاذير التحدث عنها أستاذ بوشماما والمرتبطة أيضا بمافيات أوروبية أهمية اليوم هذه الخطة بالتوازي مع التشريع والإنتاجية والاستفادة صناعيا وطبيا هي خطة ضرورية بكل تأكيد لكن أقول قبل هذا بأن مسألة الإنتاج الذي ينتجه المزارع البسيط وهو نيء أو جديد أو طري هذا الشيء بطبيعة الحال يطرح في جميع الأحوال الفلاح البسيط لا يستفيد من المصنعات من المخدرات ويبيع هذه المادة عادة إلى أصحاب المخدرات الذين يقومون هم بتصنيعها وتصديرها وبالتالي وضعية الفلاح البسيط تتبقى على ما كانت عليه الفرق الأساسي هو أنه سيصبح في مأمن من أمره بخصوص هؤلاء ومن خصوص متابعات السلطات العمومية ثم سيستطيع أن يزرع فقط جزءا محدودا من عقاره المعني بعملية الزراعة وبالتالي سيستطيع أن يؤتت لمستقبل أفضل فيما يتعلق بمسألة دور الأوروبيين بالتأكيد الآن النوع الجديد من نباتي القنب الهندي طور بتطوير جيني من طرف العديدين وأصبح يعطي نبتة جديدة تشكل فيها المواد المخدرة نسبة أكبر من تلك التي كانت عليها في الماضي الآن ما يسمى HTH التي هي المادة الصالحة للأدوية ولتصنيع إلى آخره هذه كانت نسبة مرتفعة في الزراعات القديمة اليوم استلف الأمر وهذا يشكل خطورة لعدم المراقبة في هذه المجال دكتور تاج الدين الحسيني أسد علاقات الدورية في جامعة محمد الخامس وأيضا الكاتب والباحث السياسي لحسن بوشمامة كنتم معنا مباشرة المسدهاتنا في العاصمة المغربية الرباط شكرا جزيلا لكما